أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وفي المقابلة التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان قال قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا على القيمة التمهيدية للشريعة وقال علمنا القديس بولوس أن أولاد الموعد بالإيمان بيسوع المسيح ليسوا تحت حكم الشريعة وهم مدعوون إلى أسلوب حياة له متطلباته مع حرية الإنجيل وهو يقسم تاريخ الخلاص إلى لحظتين قبل أن يصبحوا مؤمنين وبعد قبولهم الإيمان والمحور هو حدث موت وقيامة يسوع من بين الأموات الذي كرز به بولوس لذلك انطلاقا من الإيمان بالمسيح يوجد هناك قبل وبعد أمام الشريعة نفسها قبل كنا في حكم الشريعة وبعد نعيش وفقا للروح القدس ويشرح الرسول أن الإنسان في حكم الشريعة هو تحت المراقبة ومثل الموقوف الإداري وتستمر هذه الفترة ما دمنا نعيش في الخطيئة فالشريعة تعرفنا بما هي الخطيئة وتجعلنا ندرك أننا خطأ وقد حمت الشريعة الشعب وهذبته وساندته في ضعفه باختصار قناعة الرسول هي أن الشريعة بالتأكيد لها وظيفتها الإيجابية ولكنها محدودة في الزمن ولا يمكن تمديد مدتها أكثر من اللزوم وبمجرد الوصول إلى الإيمان تستنفذ الشريعة قيمتها التمهيدية ويجب أن تفسح المجال لسلطة أخرى